أحد الأخوة يقول سيدنا هناك صالون حلاقة وهذا صالون حلاقة يدخن النساء إليه يعني صالون حلاقة رجال يشتغلون بس تأتي النساء ويقوم الرجل بحلاقة النساء وتزيينهم وعلى حال ترتيب شعرهم هل يجوز للرجل أن يشتغل في صالون حلاقة فيه النساء يحلقن رؤوسهن أو هو يتعامل على رؤوس وشعر هذه النساء وشعورهن والعكس أيضا هل يجوز للبنت أن تعمل في صالون حلاقة وتحلق الرجال الجواب لا يجوز ذلك لا الرجال يحلقون النساء ولا النساء يحلقون الرجال هذا اللمس اللي تلمس شعرها وتلمس ما أدري جزء من جسمها حتى تحلق شعرها أصلا كل هذا عمل لا يجوز بعض الفقهاء قال هذا لا يجوز حتى لو كانت النساء كنا النساء التي يدخلنا ليطبنها الصالون حتى لو كنا مبتذلات مبتذلات يعني متبرجات حتى لو متبرجة أنت ما يجوز لك أن تلمس شعرها وتحلق شعرها بعض الشباب يقول سيدنا شكوا بيها أنا أدخل وبني تحلقني هذا ما يجوز لا إلهي أنه تلمس شعرك ولا أنت تتعاطى مع البنت بهالشكل هذا حتى لو كانت البنت غير ملتزمة تقول يا بي هي ما ملتزمة ما يخالف بس أنت لابد أن تكون ملتزما فعدم التزام الطرف يعني المرأة عدم التزامها لا يعني أنه يجوز لي أن أتعامل معها بحسب عدم التزامها وحشمتها هذا أيضا سؤال ذكر من قبل بعض الأخوان اللهم صل على محمد وآل محمد السؤال يأتيني هذا أنه سيدنا نسمع عن الاحتكار احتكار 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 الطعام احتكار السلعة ما هي الأطعمة والمواد التي يتحقق بها الاحتكار تدرون الآن الاحتكار في الفقه مثلا احتكار الحمطة احتكار الشعير احتكار التمر احتكار الزبيب هاي موجودة في الكتب الفقهية الآن واحد بيها بالزبيب الآن ما احد يأكله ولا واحد يتعامل معه والتمرهم مو فرد شيء اللي مثلا واحد يحتكره فالآن تغيرت أطعمة الناس وأشربت الناس هذه تغيرت فبماذا يتحقق الاحتكار يعني منه نسميه هذا محتكر تدرون محتكر الاحتكار حرام الاحتكار حرام بالاسلام ان واحد يحتكر السلعة وما يبيعها حتى يرتفع سعرها فيسأل هذا السؤال ما هو الطعام الذي يحرم احتكاره ما هو الطعام الذي يحرم علينا احتكاره الجواب الجواب كل طعام غالب في السوق طعام الغالب للناس شنو الطعام الغالب يعني اغلب الناس يأكلونه شنو الخبز هذا ميجز واحد يحتكره اللحم اغلب الناس يأكلون ميجز يحتكره وهكذا كل طعام اغلب الناس يأكلونه اغلب الناس يتناولونه هذا لا يجوز لنا احتكاره زين سيدنا هذه الاطعمة تختلف بحسب البلدان الفقاق النعم فالطعام الذي يحرم احتكاره يختلف باختلاف البلاد بلاد نجد ان الرز هو الطعام الغالب فلا يجوز احتكار الرز في دولة نجد ان السمك هو الطعام الغالب فلا يجوز احتكار السمك يعني هذا يختلف باختلاف البلدان والمجتمعات اللهم صل على محمد وآل محمد السؤال اخر يقول ما حكم الايداع في البنوك الاهلية في البلدان او في البلاد الاسلامية السؤال جيد هذا هناك بنوك اهلية مصارف اهلية واحنا في الواقع نودع اموالنا نضع اموالنا فيها فيجوز واحد يودع فلوسه ويحفظها في البنوك الاهلي الجواب يجوز ذلك يجوز ذلك ما في اشكال واحد يخلي فلوسه اعد مصرف سواء مصرف حكومي او مصرف اهلي لا اشكال في ذلك ولكن بشرط ان لا تكون هناك فائدة يعني شنو يعني انا اروح احفظ فلوسي في هذا البنك الاهلي ولكن اقول انا احفظها بشرط انه لا تطوني فائدة اخذ الفائدة او اعطاء الفائدة هذا فيه اشكال فاشتراط الفائدة هذا هو الحرام اما جعل الاموال في المصرف وفي البنك حتى لو كان اهليا لا اشكال في ذلك نعم بعض الاحيان بعض الاحيان واحد يقول سيدنا اذا اهل البنك يعني البنك الاهلي اهله واصحاب البنك هم راضين ينطونا فائدة قال يا ابا اللي يخلي فلوسه يمنى احنا نطي فرد هدية فتفائدة السماحة السيد الله يحفظها يقول اذا كان اهل البنك يرضون بدفع هذه الفوائد ويعتبرون ان هذا نحو من الهبة ان ما في اشكال هكذا يقول ويجوز اخذ الفائدة مع احراز رضا صاحب البنك مع احراز رضا صاحب البنك لا اشكال في ذلك اللهم صل على محمدين وآل محمد سؤال اخر لا بأس ان اذكر وهو هل يجوز للانسان ان يبيع ويشتري في وقت اقامة صلاة الجمعة الآية الكريمة في سورة الجمعة ماذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم فاذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله يعني الله سبحانه وتعالى يقول اذا نودي ارتفع الاذان في يوم الجمعة الظهر فنودي للصلاة من يوم الجمعة فاذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله واذروا البيع يعني اتركوا البيع والشراء فسؤال الاخ يقول ما حكم البيع والشراء عند اقامة صلاة الجمعة هذا سؤال ايضا مهم وجيد الجواب ايها الاحبة ان امر الله يجب الانسان ان يطيعه الله امرنا ان نترك البيع والشراء وقت صلاة الجمعة لابد من طاعته طاعة الله فاللي يذهب الى السوق والذي يقوم بالبيع والشراء في وقت صلاة الجمعة فقد عصى الله وتكتب عليه معصية يكتبون في كتابه عصى الله حرام عليك هذا الفعل حرام عليك هذا الفعل زين هذه الحرمة ثبتت علي وانا عاصي ولكن معاملتي صحيحة لو باطلة فقال يقول المعاملة صحيحة بيعك وشرائك صحيح اشتريت الخبز وطلت فلوس والخبز حلال عليك روحك له ولكن الفعل اللي سويته حرام فعدنا شيء اسم حرمة تكليفية وعدنا شيء اسم حرمة وضعية حرمة تكليفية انه ما فعلته في وقت ما فعلته في وقت صلاة الجمعة من بيع وشراء فقد عصيت الله وما دام عصيت الله فان الله سبحانه وتعالى يكتب عليك اثما اثما تعاقب عليه من القيامة اما معاملتك معاملة صحيحة انت يعني الحكم الوضعي يقول صحة المعاملة الحكم التكليفي فعلته حراما ومعصية ستجاز عليها يوم القيامة اشتركوا في القناة